أبرز تصريحات كارلوانشيلوتي بعد حسم الكلاسيكو باسكاز يكشف حديث لعب ريال مادريد قبل هدف الفوز لبيلينجهام أمام برشلونة تعليق مفاجة من زيدان بعد فوز الريال وتسجيل بيلينجهام هدف الحسم أمام برشلونة ولكن قبل بداية الفيديو لا تنسوا أن تشاركون بأرأيكم في التعليقات عن أداء ريال أمس وما توقعاتكم عن مهاجات البيان وإذا كنت من عشاق النادي الملك لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك الأخبار فور نزولها وهيا بنا نبدأ الفيديو بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أبرز تصريحات كارلوانشيلوتي بعد حسم الكلاسيكو أكد الإيطالي كارلوانشيلوتي أن ريال مادريد لم يستسلم كالعادة خلال الفوز القاتل على غريمه برشلونة بثلاثية مقابل اثنان بفضل هدف جوت بيلينجهام في الوقت المحتسب بدل الضائع ووصل الريال للنقطة الواحدة والثمانين نقطة وبفارق 11 نقطة عن برشلونة الثاني ليقترب من حسم لقب الدوري قبل شهر كامل من نهاية الموسع وقال انشيلوتي في المؤتمر الصحف الذي أعقب اللقاء الجزء الأفضل في المواجهة كان الدقائق الأخيرة أقصد احتفالية بيلينجهام رائعة أنا فخور جدا بجميع اللاعبين فقد كان أسبوعا مذهلا لنا في الأبطال وكذلك الدوري وضاف لقد تمكن من التعامل مع المواقف بشكل جيد كنا بحاجة إلى قلب المباراة مرتين وكان قديرين على ذلك حتى لا نحن نقدم موسم رائع في ذل هذه المشاكل التي نواجهها خاصتان البدنية وضف المدرب الإيطالي لقد قمنا بعمل جيد للغاية لا يمكن القيام بذلك بشكل أفضل قليلين هم الذين اعتقدوا أننا نستطيع القيام بذلك ولكن كالعادة لم نستسلم وعن قول تشافي إرنانداز مدرب برشلونة نوير فريقه قد تعرض للظلم أجاب كارلو لو ريد نعطي رأيا فيما يفكر فيه تشافي كل شخص لديه رأيه وفضل الحديث عن المباراة لقد كانت متكافئة مع لحظات جيدة منهم ومنا وعن ما إذا كان الريال قد حسم الدوري قال المدرب الإيطالي لقد اتخذنا خطوة مهمة للفوز بأذى الدوري ليس علينا أن نستسلم علينا تحقيق المزيد من النقاط وعن عدم ريضا فينيسيوس بالتغيير رد شيلوتي أراد فينيا الاستمرار لكن الجود الذي بذره كان كبير كل شيء كان هائلا مع الأخذ بالاعتبار إذن مواجهة السيتي إنهم سريعون جدا ويحاولون دائما الهجوم وهذا متعب للغاية أتفاهم أنه كان يريد الاستمرار لكن كان من الضروري الحصول على أرجل جديدة واعتبر أن شيلوتي أن العيب وجود بيلينغام ظهر في الوقت المناسب من الكلاسيكو وعمل بجد اليوم ووصف هدفه بأنه قد يكون حاسما في طريق تحقيق الفوز للقب وعن كيف يتمكنه من إدارة الإرهاق الذي يعاني منه الفريق هذه الأيام عادة اللاعبين بأفضل شكل ممكن البعض مثل ناتشو أو مينديا لم يتعافوا في الوقت المناسب وقد منحناهم راحا اليوم سنحاول موصلة الفوز بدءا من مواجهة الجمعة ستكون مواجهة صعبة فاسكاز يكشف حديث لعب ريال مادريد قبل هدف الفوز لبيلينغاماماماري برشلونة تحدث لوكاس فاسكاز لعب ريال مادريد بعد فوز فريقه القاتل أمام برشلونة بكلاسيكو الدوري الإسباني مسال أحد وقال فاسكاز في تصريحات نشرت صحيفة آس الإسبانية عن الاحتفالات مع الجماهير مذهل قدم ضين ليلة رايع مع جمهورينا وهو أمر نستحقه جميعا لقد خطونا خطوة كبيرة جدا نحو لقب الدور وأضاف الفريق على الرغم من مجهوده الكبير في المواجهة أمام ماشيستر سيدي الفوز بركلات الترجيح وتاه لنصف نهاي دور الأبطال الأوروبية أضر وجهه مرة أخرى وتابع لقد لعبنا مرة أخرى مواجهة رايع وبذلنا كل ما في وسعنا لتحقيق هذا الفوز الذي يمنحنا تلك الميزة في الدور الذي يجعل اللقب أقرى وبشان تسجيل الرياء المجدد لهدف في الوقت المحتسب بدلا من الضعع علق قبل خمس دقائق من نهاية المباراة كنا نرتكب خطأ ونقول لأنفسنا دعونا نذهب نحو الهدف سنفوز هذا ما يمثله والنادي وهذا الشعار أننا نريد الفوز دايما ونقاتل حتى نهاية ولا نستسلم أبدا وعن مدى الجدار الموجودة في الجودة الذي بذلوا بعد المهجة أمام ماشستر رافات كثيرا كنا نعلم أن اليوم هو نهاية الدور كنا نعلم أن الفريق يحتاج إلى هذا الفوز لحق حد عققنا ذلك وقمنا بعمل رائع ونحن سعداء وفيما يتعلق بأدائه ومسامته مع الريال في الفوز أمام ماشستر سيتي والبرشلونة استطرد فاسكا سعيد جدا لأنه قادر على مساعدة الفريق لقد صارت أشياء كثيرة بشكل جيد اليوم وهذا مهم للجم وتنبش أن رفع فريق النقاط مع برشلونة إلى 11 نقطة أعتقد أنه يتحدث بشكل جيد للغاية عن عملنا لقد قدمنا دوريا جيدا جدا ونحن نسير على طريق جيد جدا تعليق مفاجأ من زيدان بعد فوز الريال وتسجيل بيلينجهام هدف الحسم أمام برشلون في تعليق لمدرب الريال السابق زين الدين زيدان بعد فوز الريال أمام برشلونة في الكلاسيكو وتسجيل بيلينجهام هدف الفوز في الوقت بدل الضائع أشهد زيدان باللعب الإنجليزي جود بيلينجهام ووصفه بأنه إضافة قوية للفريق وموهب عظيمة وقال زيدان هذا الفوز في الكلاسيكو يعد إنجازا رائعا للفريق خاصة مع تسجيل هدف الفوز باللحظات الأخيرة أعتقد أن بيلينجهام ظهر روحا قتاليا وأدان متميزا طوال المباجأ واستحق التسجيل في الوقت الحاسم إنه لعب شاب لديه مستقبل واعد وقدرته على التكيف مع الأجواة في الريال مثيرا للعجاب وأضاف كان الجميع في الفريق يركزون على الهدف لاسما هو الفوز بالمواجهة لقد كانت هناك لحظات حاسمة حيث وظهر اللعب تماسكا رائع خصوصا في الدفاع والهجوم المنظم استطعنا الحفاظ على الضغط وخلق الفرص وهذا هو ما يميز الريال كفريق كبير وأكمل بيلينجهام ليس مجرد لعب وسط عادي إنه يقدم تنوع كبير في اللعب من القدرة على التسجيل إلى تقديم التمريرات الحاسمة واللعب بشكل تكتيكي إن وجوده في الفريق يعزز من قوة الريال مادريد ويعطي المدرب خيارات إضافية في خط الوسط أعتقد أنه سيكون لعبا أساسيا في نجاحات الريال المستقبلية واختتم الزيدان حديثه قيل أن الانتصارات في الكلاسيكو دائما ما تكون ذات الطابع خاص وبيلينجهام ظهر قدرته على تحمل الضغط واللعب بأعلى مستوى نتسجيله هدف الفوز يظهر شجاعته وثيقته بنفسه وهذا ما نحتاجه في الريال أن السعيد برؤية شاب مثله يتعلق في هذه المواجهات الكبيرة وتوقع منه مستقبل المشرقر مع الفريق